تكون موجهة في الاتجاه الصحيح وكاو. هذا ما عندي بنقول. هذا هو. بيه. سيدا. الملاحظة الثالثة سماح. والبوجلة. بيع وجالة. انت تتفكر ربما تتفكر برشا انت وفريق الاعداد في البرنامج هذا منذ سبتمبر ثلين وعشرين. فما موضوع طرحناه وزدنا عودناه في افريل الفيل وثلاثة وعشرين. هو موضوع فريق جنوب الصحراء. وربما بشو نقول لك انا من الدعي لنحنا معانتها الموضوع تناولناه باكثر حزم وتناولناه ربما باكثر تدقيق لانا عودناه برشا مرات. وقلنا راي عنا مشكلة موقوطة عنا قنبلة موقوطة. هاي اليوم تدعيات هاتي القنبلة اللي حذرنا منها وقلنا راي مشاكلها مشاكل كبير رئيس. اليوم تونس تعاني من. انا ما نقولش انا ما نعبرش على الكلمة بافريق الجنوب الصحراء. انا الكلمة هذه ربما لا استعملها. نقول فما اجانب. فما مشكلة متع اجانب. وضعيتهم غير قانونية. موجودين في بلاد كيما تونس. كيما عانيت برشا دول الاوروبية. اليوم تونس تعاني من اجانب. دخلوا الى اراضيها. واستقروا. واليوم وليت فما مشاكل كبيرة. يعانيوا منها التوانسة. تدعياتها ماشي وتكبر. فقنا الي الموضوع ما هوش ربما قانوني فقط. موضوع عنده تدعيات كبيرة ياسر. تدعيات دولية. معناها فما عصابات. فما مشاكل كبيرة ياسر. جيت حبيت شوية سماح نمحة شوية في الموضوع. جيت نشوف نقول شنو كيفاش نجمنا نواجهوه الموضوع هذا في تونس. شنو مثلا الاطار القانوني نظموا به المسائل. نلقى الموضوع هذا يرجع مثلا التأثير القانوني تاو حالة الاجانب في تونس الى قانون من عام الف تسعمية وثمانية وستين. طارف الف تسعمية وثمانية وستين قداش. عنا تاو ستة خمسة سنة. معنا نحن نحب نعالجو ظاهرة اللي هي مستشرات وفيها اشكاليات بقانون عنده ستة وخمسين عام. بعده هو اجزد قانون اليوم تعالفين واربع عنده عشرين سنة. ظاهرة كما هذية ان اليوم ادعو المجلس النواب وكل من يفكر في هذه الدولة والسلطة. وانا نعرف الي تونس راهي نجم نقول راي قاعدة تسيطر على حاجة في وقت ما في وقت ما تسبو فيها عديد الاطراف. منهم منهم اللي في الفين وخمستاشر منعت تأشيرة على بعض الدول. معناها اللي كانوا يدخلوا بالتأشيرة. ما نعرفش على ليش صارت العملية هذية. موضوع كبير ياسر. معناها قاعد. معناها يخلي في تداعيات كبيرة للتوانسة ومبرشق لق. مناش نقسين نحن طوى. بشي جينا موضوع كما هذي. آآ قتلك على المستوى القانوني يجب معالجة قانونية اللي هي تتجاوز حدود ستة وخمسين عامل تالي وعشرين عامل تالي. ماذا بينا زادة تظافر كل الجهود. نحب ونعملوا تحقيقات. عليش وصلنا المرحلة هذية. لانه نحن اليوم موار قاعدين نصلحوا في اغلاط عملوهم. آآ عباد. معناها ربما اقل ما يقول عنهم انه معمرهم ما كانوا توانسة كيمة توانسة اللي يحبوا البلاد هذي. لانه فما قرارات تاخذت. فما ظروف صارت. فما معطيات تعملت. نحب انا واحد من ناس. ندعو انه تحل فيها تحقيقات. عليش وصلنا لهاتي المرحلة. لانه اليوم نحنا ولينا في اخماد الحرق. اخماد الحرق. وتنجم تقول رانا بالحق نعود لك انا قاعدين نعالجوا في المسئلة اللي حتى حد ما ما تجرأ ان يعالجها. خليهما كيكا كيما برشا مواضيع. خلينا نصدروا فهم من عام لعام. من عام لعام. لان خلطنا معناتها الوضعية كيما هذي. نقطة اخيرة وربما انهي. في الاخر سامع. انا شو نقول لك. قل لك اليوم اه وضعية الاجانب اللي موجودين في توس بطريقة غير قانونية. اه يطرح اشكال كبير يسر كان على المستوى الامني. كان على مستوى انتشارهم. كان على مستوى الظرف السياسي طو. لانه انا متى قاعد اللاحظ. هما منتشرين في سفاقس كما قلنا العام راو غير وغير وتحكي عليه في وسايل اعلان برشة الموضوع دي. واللي نتاو موجودين حتى في جندوبة. السؤال المطروح. فترة صغيرة الاخرانية. تفاجأت ان اللي انهم معاتش وظاهرين برشة في شوارع كما كانوا قبل. واخشى ما اخشاه ان يقول فهم التنظيم. يزفر يقول لهم مخرجو يزفر يقول لهم ارجعو. يعني هذي مسألة كبيرة وكبيرة ياسر. لازم تتحط على الطاولة ونحكيوا فيها الناس الكل. واضح شو كان لكم استيد احمد الغربي بش نعطيكم الكلمة فيما يخص للموضوع. بش نبدأ معك سيد عميد ده توفيقه.